أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية إطلاق الوحدة السكنية بمشروع بسماية بأسعار مدعومة وقروض ميسرة لحل أزمة السكن للمواطنين فيما أعلن مصرف الراف الدين عن إصدار التعليمات بخصوص شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية حسب توجيهات رئيس الوزراء وقالت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سوها النشار أن إطلاق الوحدات السكنية سيكون بسعر مدعوم وقروض ميسرة مشيرة إلى التنسيق مع المحافظات لحياء مشروع المليون وحدة سكنية وضفت أن هذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيض الدفعة المقدمة على الوحدات بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض